السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتي وات ام ايناث ان شاء الله حلقة اليوم سنصيبوا فيها فطائف جابونية بحل بنكيك ولكن هي اسفنجية اكثر بقوا معي تشوفوا المقادير وطريقة التحضير بسم الله نبدو على بركة الله اول حاجة عندي جوجة الملاعق الكبار مملؤين ديال الدقيق الابيض فوس وملعقة صغيرة خميرة كيميائية نصف كأس حليب بارد جدا انك تحطها في التلاجة عندي قبضة ملح عندي جوجة المعالق الكبار ديال السندة جوجة البيضات وصشي فانيلا بسم الله اول حاجة هادي ناخدو جوجة ديال الصحون او لا زليف كبار غادي ناخدو البيض غادي نفصلوا الصفار على البيض كما كتشوفوا يعني غادي نحط في انبول الصفار والبول الاخر غادي نحط فيه بيض البيض نتمنى تجربوا هاد الفطائر كيجوا اسفنجين بزاف اكثر من البانكيك كيجوا خفافين انتم ما غتشوفوا القوام ديالهم بحل الرغوة كيجوا صراحة زوينين وحتف الماضاق هائل ولا علاقة الماضاق مع البانكيك يعني هادك ماضاق وهذا ماضاق اول حاجة غادي ناخد البول اللي دلت فيه الصفار جوج ديال صفار البيض غادي نزيد عليه ساشي فانيلا وغادي نزيد عليه سكر سانيدة انا بقت عندي غيم ملعقة واحدة وكملت بسكر سقيل غادي نزيد القليل وغا نخلي القليل غا نضيفه البيض البيض غادي نخلط هاد المكونات جيدا ومن بعد غادي نضيف الدقيق وغادي نخلي الخميرة الكيميائية هي اخر حاجة نديرها ومن بعد غادي نضيف ايضا الحليب ونخلط مزيان وغادي نضيف جسد الملاعق كبيرة مملوء جيدا من الدقيق البيض الممتاز وغادي نضيف الحليب ايضا وغادي نخلط جميع المكونات حتى ما يبقاش لي الكتل او الحبيبات ونخليه جانبا ودابا ندوز البيض البيض غادي نطربوه مع قبصة ملح غادي نضيفه قليل دي الملح مع السكر اللي بقى لنا السكر سندة اللي بقى لنا ونطربوه الكل جيدا ونطربوه الكل جيدا غادي نبقى نطرب ببيض البيض حتى يوليليه مثل التلج غادي نطلعوه مزيان حتى يوليليه بحال تلج غادي نحبس كما كتشوفوه هدا هو القوام اللي خاص يكون ومن بعد غادي ناخد الخليط الاول غادي نزيد ليه الملعقة صغيرة خميرة كيميائية وغا نخلطها مزيان وغادي ناخد الخليط غادي نبدو نضيفو البيض البيض بشوية بشوية وانا كنقلب وكنحرك من الاسفل الى الاعلى كنديليه نفس طريقة اللي كنديليه جنواز باش متها بطشلينا حيث هو كيكون كما كنت تلاحظو خفيف بزاف هادي هي الطريقة باش ما هي بطشلينا كنكبوه بشوية بشوية وكنحركو من الاسفل الى الاعلى ما نزربوش غيب شوية لنا باش يبقى لنا القوام هاكك بحل الرغوة حيش هاداك والقوام اللي خصو يكون فيه كما كتلاحظو كان نحرك بشوية وكنضيف مرة مرة صراحة هاد مرة 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 امتاز واسفنجيين بزاف وستهلين في التحضير يعني في دقائق معدودة ما فيهمش الخدمة ضغيات كي يطيبوه قليلا لو كنت عندك المقلة الكبيرة كتقدر يطري تدري ثلاثة ديال الوحدات يطيبوه في تقاوح به مل احسن المقلة الصغيرة كتقدر يطري تدري اوحدة وتبقيت سنة اما اخذت المقلات من البغرير اخذت المقلات من البغرير ومن بعد اخذ بالملعقة ونضع المقلات على هذه الطريقة هذه المقلات لا تأتي بحل البانكيك لا تأتي بحل البانكيك يأتي من فوق وغلاط قليلا على البانكيك سوف نطلقها قليلا حتى نطلقها من البانكيك ومن بعد نحاول نحن 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 بشوية بشوية كي نقلبها على الوجه الاخر كي لا ترى تحمرتها من البانكيك ونحن نطلقها لتحملها من الجهة الاخرى نحن نقلبها بشوية من الجوانب بشوية 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 ثبت ثبت ثلاثة ثلاثة بشوية 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 لتنقلبهم بسرعة بشوية بشوية لا تنسو اشتابيكم والتي سواء امنا والتي عجبتكم حلقة اليوم ديرو اللي هاجم وبطجوها مع الاصديقاء والاحباب ديولكم اقول لكم سلام عليكم الى اللقاء ان شاء الله في حلقة جديدة ووصفة جديدة سهلة مهلة كيف معبتكم سلام عليكم خليتكم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر